من عنوين نشر إلى تفاصيلها أهلا بكم خص أبناء المربد في الضلوعية محافظة صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل باستقبال خاص يوازي جهوده الكبيرة لإنصاف الأهالي في الخدمات والإعمارة مجددين مبايعة مشروعه السياسي في قيادة تحالف تقدم لاستعادة الحقوق بما يوازي التضحيات المقدمة للحفاظ على الاستقرار وسيادة القرارة وقال المحافظ بتجمع عشائري في دار الحاج عبيد الأحمد إنه اتخذ قرار العمل لخدمة الأهالي في عموم المناطق بظرف صعب قناعة منه بدعم أهله وهو ما تحقق على أرض الواقع في ردود الأفعال والمواقف المعلنة ما يزيد من العظيمة على تقديم الأفضل استكمال للمعركة ضد الإرهاب والفساد وأكد المحافظ أن الضلوعية ضمن أصعب وأخطر الدوائر على الآخرين ولكن اختيارنا للمشروع الحقيقي هو من ذلل مهمة التحدي الذي ينصف تضحيات أهلها ويكفينا ابتهاجا أن ثورة الإعمار والخدمات قد انطلقت من الضلوعية ولن تتوقف فيما جدد الحضور تأييدهم المطلق للدكتور عمار جبرخليل ومشروعه الحقيقي في البناء والإعمار وحفظ كرامة المواطنة ترجمة نانسي قنقر